ترجمة نانسي قنقر رؤية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتمكين الشباب البحريني وتعزيز مشاركته الفاعلة في العمل والبناء ودعم توفير فرص عمل نوعية للمواطنين تعزيزا لنهضتنا التنموية الشاملة رؤية شكلت منهاج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبخاصة في ظل الجهود المبذولة في مواجهة جائحة كورونا ودعم الاقتصاد الوطني كمحرك رئيس للتجارة وسوق العمل ومن طلق ايماننا من ابنائنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي وفي جلسة حضورية لمجلس الوزراء هي الأولى منذ بدء الجائحة وافق المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 والتي تهدف إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل كما أن تأمين بيئة تنافسية عادلة تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي واستكمال مشاريع البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لتعافي ونمو الاقتصاد ومواصلة برنامج التوازن المالي ومبادرات استدامة المالية العامة في طليعة أولويات العمل الحكومي ويمثل توجه حكومة مملكة البحرين في النهوض بسوق العمل عاملا مهما في تمكين الشباب خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا إذ أن ما فرضته الجائحة على مستوى سوق العمل جعل من التكاتف بين كافة المؤسسات ضمن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمرا تلمس نتائجه في كافة الإجراءات المتخذة مسبقا بالإضافة إلى ما يتم السعي إليه وفق الخطط المدروسة ولعل أبرزها الحزم المالية التي أطلقتها مملكة البحرين بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي والتي استهدفت العديد من القطاعات ومنها القطاع الصحي إن جميع ما اتخذته مملكة البحرين وبخاصة في مجال سوق العمل ساهم بشكل رئيسي في الحد من تسريح العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص إلى جانب العديد من المبادرات الداعمة والمحافزة للأفراد والمجتمع مع توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة من الذين تأثروا بسبب هذه الجائحة مثل العاملين لحسابهم الخاص وغير المسجلين في التأمين الاجتماعي ما يمثل تطبيقا عمليا لرؤية ملكية سامية تجعل المواطن في سلم أولويات العمل الحكومي